نحن نكتب لكم من قلب فلسطين مدينة الخليل نحن نعمل كمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي باستخدام المقاومة الشعبية السلمية تم اعتقالنا بسبب مشاركتنا وتنظيمنا لمظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإعادة فتح شارع الشهداء كل ما نريده هو الحصول على حقوقنا حسب القانون الدولي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم إنهاء الإغلاقات والسياسة الفصل العنصري وفتح جميع الحواجز إسقاط الجميع التهم في المحكمة العسكرية عني وعن زميلي فريد أترش الاحتلال الإسرائيلي يريد إخافتنا وتهديدنا وكتم أصواتنا ويحرمنا من ممارسة حقنا في التظاهر والاحتجاج السلمي ضده شكرا لكم لوقوفكم معنا المحامي فريد الأترش والمهندس عيسى عمر اشتركوا في القناة